اشتركوا في القناة في حين كيقول النشطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا هذا بالنسبة للنشطاء كي بينونا ما حديث دي رسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن تصبح جزيرة العرب مروجا وخضرة كما يظهر في هذا الفيديو في هذه الصور النادرة ما شاء الله ولا حوله ولا قوته إلا بالله هذه من خصوص الخبر الأول إخواني وأخواتي أندزوا الخبر الثاني تولا يقل غرابة من الخبر الأول وهو واحد الشوق تخيلوا أنه في لغز في صحراء صنورة بالمكسيك صدع بطول 25 متر تخيلوا 25 متر في المكسيك 25 كم وعمق 8 أمطار يطير الفزع هذا الظاهرة لمفهم الفاتحة ما تشح جا ظاهرة غريبة جدا من المكسيك لأصبحت واحد الجرف تكون لحد صدع أرضي والانشقاق للأرض بطول 25 كم وعمق 8 أمطار يطير الفزع في المكسيك واحد وحد ما فهم على الشهد صدع بان وشهد بداية لوحد الزلزال اللي هيكون قوي ولا كيفاش الأرض هوت في هذه المنطقة وكيفاش هتصدعات وتشقات بهالطريقة المتيرة للاستغراب هذه في المكسيك متتبعين الكرام قبل أن ندخل لعدة أخبار تخص المغرب هذا الشيء غريب ومتير في نفس الوقت نشوفه حتى صدع كبير جدا طولة خمسة وعشرين كيلومتر في صحراء صنورة بالمكسيك هذا مواطن مكسيكي تبالي بان غرابة اشترى تبالي بان غرابة مكسيكي تبالي بان غرابة هذا المطر جدا يوجد كمو 3 أو 4 متر يوجد 4 أمطار تبالي بان غرابة هذا مكسيكي يوجد كمو 3 متر يوجد كمو 3 متر مهم كي وقعوا أشياء غريبة هد السنوات الأخيرة حتى كنشوفه أن قوات الزلازل قوات الكوارت الطبيعية في عدة مناطق فنسأل الله السلامة هذا بخصوص هذا الخبر خبر متير آخر وهو هدوك الناس اللي كيدعوه إلى الهجرة السرية هدوش ما فيش اللعب والعمليات راه جارية على قدم وسق من أجل القبض ولتوقيف هدو الناس المتورطين فهذه القضية وخصوصا أغلبهم كتلقاموا شباب اللي قرروا أنهم داروا حد تاريخ ديال الخامس عشر من شتنبر من أجل هجرة جماعية إلى سبت المحتلة معك من الأسف حيث أصفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة بكل من مدينتي طنجة وتطوان لمكافحة المحتويات الرقمية التي تحرض على تنظيم الهجرة غير المشروعة خلال الفترة المتدة ما بين التاسع والحادي عشر من شتنبر الجاري عن توقيف ستين شخصا من بينهم قاصرين وذلك للاشتباه في تورطهم في فبراكت ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم عملية للهجرة الجماعية غير المشروعة وكانت مصالح اليقادة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت محتويات رقمية منشورة على مواقع تواصل الاجتماعي تحرض بشكل مباشر على اقتحام السياج الأمني الواقع بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتا يوم الخامس عشر من شهر تسعة هو هذا الشهر الحالي شهر شتنبر الفين وربع وعشرين كما تحرض مستعمل مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة بشكل جماعي وقد مكنت الأبحث التقنية والتحرية الميدانية المنجزة من تحديد هوية تلاتة عشر شخصا متورطين في نشر وتقاسم هذه المحتويات الرقمية وذلك بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديري العامة لمراقبة التراب الوطني قبل أن يتم توقيفهم من طرف الشرطة القضائية بمدينة تيطوهان خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدن الضار البيضاء وتيطوان والعرائش ووزان والرباط وميسور ووجدى وفاس والمحمدية وويسلان وفي سياق المتصل أسفرت عملية أمنية مماثلة جرى تنفيذها بمدينة طنجة عن توقيف 47 مشتبه فيه مباشرة بعد وصولهم إلى مدينة عبر محطة القطار والمحطة الطرقية وذلك في محاولة منهم للاستجابة لشرائط الفيديو والمحتويات الرقمية التحريضية لتنفيذ عملية جماعية للهجرة غير المشروعة وقد تم إخضاع المعنيين بالأمر لإجراءة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف نياب العمل مختصة للكشف عن الخلفية الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لرصد وتوقيف كافة المحرضين والمتورطين بشكل مباشر في فبركة ونشر هذه المحتويات والأخبار الزائفة التي تحرض على تنفيذ عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة المهم بخصوص هذا الخبر دائما اللي خليكم حضيوا الشباب الوليداتكم حضيهم مزيان حضيهم اللي يكونوا كينشروا أشياء اللي خطيرة جدا ولا كينشروا فيديوهات اللي كتحرض على الهجرة فهذا الشيء رمعي ما كيتفكوش معاه الأمن وده بره شدوا ستين واحد وأيضا شدوا سبعة وربعين واحد اللي تغروا وصحبوا رأسهم أنهم غادين كينشي رحلة ولكن واحد الهجرة الجامعية من الفنايدق إلى سبتا وشدوا في المحطات الطرقية وأيضا القطارات ومحطة القطار شدوا سبعة وربعين واحد مشتبه فيهم دائما حضي وليداتكم وما تخليهمش ينشروا هاد شيء لأنه كيدخل آآ في تهم خطيرة وقدر تعلق حتى بالتجار بالبشر فالمرجو منكم المرجو منكم لانتباه والحذر وديما حضي راقبوا وليداتكم هدي من جهة آآ خبر اللي بطبيعة الحال وهو تفاصيل ومستجدات قضية الطالب أنور تأجلت الجلسة في قضية طالب أنور وشكوك المستمرة حول الجاني الحقيقي طبيعة الحال كنتمنى أن تخيلوا هذه الجاني موقعة ألفين واثين وعشرين وليحد الآن بقى وحد المماطلة وكان وحد تطوال غريب ديال هاد القضية اللي ما عرفناش علاش وتفاصيل متناقضة وبزات الأشياء من ناحية من الأم ديال الطالب أنور كتأكد بأن هديك الشابة ماشي هي بوحدة اللي قدرات تقتل هاد الشاب أنور بل كانوا معها شركة أولى بغاية تغطي على شيء وحدين بطبيعة الحال هادي الأم ديالو كتأهم بأنه كين عدة نقاط غامضة فين شاو الموضبات كيف علاش محاوليه الكنت ديالو دخلوا لهم ومحاوليه محاوليه المعلومات ديالو الشخصية من الزورديناتور من الورديناتور من التليفون إلى آخره علاش دخلوا لي الكنت ديالو ديال اليوتيوب وديال الانستغرام كينوا حد الغموض كبير كي يلوفوا هاد القاضية وبطبيعة الحال بغين يخرجوا منها لأن هذه الشابة كانت بقى عند 17 عام إذن بغين شيء وحدين يحيدوا عليهم المسؤولية دير هذه القضية حيث تم تأجيل جلسة قضية الطالب أنور بطنجة وشكوك مستمرة حول الجاني الحقيقي فقد قررت محكمة طنجة من جديد اليوم الأربعاء تأجيل جلسة المحاكمة لقضية الطالب أنور الذي كان قد تعرض لجريمة قتل في أواخر 2022 وذلك إلى غاية الأول من شهر أكتوبر وأصدرت المحكمة قرار التأجيل من جديد بسبب غياب دفاع المتهمة الرئيسية في القضية وغياب بعض المصرحين وبالمقابل فإن أسرة الضحية لازالت تردد الشكوك التي تحوم حول الجاني الحقيقي الذي ارتكب الجريمة إذ تعتبر الفتاة القاسر المتهمة في القضية مجرد كبش فداء وتجذر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد هزت الرأي العام المحلي والوطني بعدما تم العطور على الطالب أنور الذي كان نشيطا على مواقع التواصل الاجتماعي مقتولا داخل شقة كان يكتريها بطنجة حيث كان يدرس بالمدينة قادما من العرائش كانت منها أن الحقيقة تباندلها الطالب وخصوصا أنه يلف حد الغموض كبير على الحيتيات دي لهذه من جهة من جهة أنها كان نشوف أنها المحاكمة تعطلت بزيزي وكثير من القيات دب إحناها في 2024 والقضية وقعت في الجريمة وقعت في 2022 فما يمكنش هاد تطوال وأيضا اختفاء بعض الأخ ديال هاد سيدا مختافي إلى آخر يكين غموض كتير ويلوف القضية الأم دياله الغراكت تمسك بأنه ماشي هي هاد شابة أولى كانت فقط معاونة ولكن كنين أخرين أطرف أخرى في الجريمة اللي كيبغوا تستطروا لهم شكرا على الحسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله